مع بدء العد العكسي لانطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة ازداد التفاؤل داخل الشارع العراقي بنجاح هذا الحدث الرياضي لا سيما وأن المراقبة لخطوات الاستعدادات يشخص النقلة النوعية التي تحققت على أرض الواقع في مستوى الخدمات بأشكالها المختلفة وتطور المنشئات الرياضية ملعب الميناء يكتمل بعد غد الافتتاح المدينة الرياضية جاهزة فنادق المحافظة البنى التحتية كل الأمور مسخرة من النواحي ابتداء من الأمنية انتهاء بالترفيهية والجمالية بالتالي هذه البطولة ستكون هي الأجمل وعلى مستوى المواقف الداعمة لهذه البطولة شهدت العاصمة بغداد عدة فعاليات مجتمعية للتعبير عن مدى الفرح التي تغمر العراقيين لإقامتها على أرض الملاعب العراقية بعد طول انتظار بعد سنوات عديدة من سنة 79 واليوم احنا 23 فرحين جدا باستضافة خليجي 25 وخاصة بأحدى المحافظات المهمة في العراق البصرة بملعب المدينة الرياضية وايضا ملعب الميناء اليوم احنا كلنا استعداد من شبابنا من عشائرنا من شيوخنا من الفئات الرياضية وايضا كل أطياف المجتمع توافد الناس الجماهير من بلدان الخليج حتى قبل بطولة الخليج بعشرة أيام هذا يعطي دافع بأن تكون هذه البطولة نسخة مغايرة وأبسط ما يقال عنه بأي شيء رياضي في العراق سيكون ناجح وتضيف آراء أخرى أنه من المهم جدا تظافر جميع جهود الحكومية والمجتمعية لدعم هذا الحدث الرياضي الذي سيؤكد قدرة العراق على استضافة البطولات والفعاليات الرياضية ويمهد لتحقيق الطموح نحو استضافة بطولات دولية أخرى إذن جميع الأنظار تتجه صوب البصرة الفيحة على أمل أن يكون هذا المحفل الرياضي المهم رسالة تطمئنان للعالم للاستثمار في العراق حسين ياسين الفرات ضغداد